السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ححل معكم نماذج مراجعة الوحدات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامسة عشر والسادس عشر من كتاب الإنجليزي للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثالث وهذه النماذج هي من عمل الأستاذة أسماء المجلد جزاه الله كل خير وبالما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معاي في القناة ونبدأ باسم الله بحل النموذج الثاني عشر السؤال الأول يقول choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة number one عماد is going to climb a mountain إذن عماد سيتسلق الجبال هنا لماذا اخترنا going لوجود is إذا جاءت is أو am أو are فإن الفعل يأتي بعدها مضافا إليه ing number two who are they going to write to لمن سوف تكتب هنا نسأل عن الشخص إذن نسأل به number three عمر drives slowly إذن عمر يقود ببطء هنا slowly هي حال تصف الفعل وأغلب الأحوال التي تصف الأفعال تنتهي بال-why they are going to play bowling هم سوف يلعبون البولنغ لماذا اخترنا play بدون أي إضافة لأنها سبقت بgoing to نورة is a loudspeaker إذن نورة هي متحدثة بصوت عالي هنا نصف نورة بأنها متحدثة بصوت عالي ننتقل إلى do as shown between brackets افعل ما يطلب منك بين الأقواس المطلوب correct علينا أن نصحح الأفعال الموضوع تحتها خط number one amel is going to قلنا بعد going to دائما يأتي الفعل بصورته الأصلية بدون أي إضافة إذن amel is going to cook the dinner amel ستطبخ العشاء علي is goes لا لا نقول goes إنما بعد is وام وار يكون الفعل مضافا إليه ing إذن تصحيح الفعل goes هو علي is going to hang out with his friend علي سيخرج مع صديقه what are we doing to stay هنا نسأل أين سنمكث عندما نسأل أين سنسأل عن المكان لا نسأل بwhat لأن what تعني ماذا أما where نسأل به عن المكان صباح is a quietly speaker quietly هي حال تصف الفعل أما هنا في هذه الجملة فإننا نصف صباح أنها quiet speaker أنها متحدثة هادئة المطلوب الثاني use adverb of manner علينا أن نستخدم أسلوب الحال والحال هو الذي يصف الفعل أسماء is a good writer أسماء هي كاتبة جيدة نريد أن نصف الفعل بالحال سنقول أسماء writes will إذن هنا نصف كتابة أسماء أنها جيدة وwill هنا الحال من أصفة good هم عداءون سريعون نريد أن نصف الفعل ونقول أنهم يجرون بسرعة سنقول إذن quickly هنا هي حال تصف الفعل run المطلوب الثالث أنصر علينا أن نجب على هذا السؤال is he going to play tennis هل سيلعب التنس هنا yes no question سنجيب إما بياس أو no إذا قلنا yes سنقول yes he is من نفس السؤال إذا قلنا no سنقول no he is not السؤال الذي يليد choose the correct word for each picture علينا أن نختار الكلمة المناسبة لكل صورة noisy مزعج هذه الصورة المناسبة luxurious فخم أو فاخر هذه الصورة المناسبة relaxing الراحة هذه الصورة المناسبة inexpensive غير غالي الثمن أو رخيص هذه هي الصورة المناسبة write the opposite of these words علينا أن نكتب عكس هذه الكلمات الكلمة الأولى unusual غير عادي عكسها usual عادي number two quiet هادئ عكسها noisy مزعج number three dangerous خطر عكسها safe آمن number four inexpensive رخيص عكسها expensive غالي ننتقل إلى حل مراجعة الوحدة الثالث عشر السؤال الأول يقول choose the correct answer أيضا اختار الإجابة الصحيحة I will travel تجد أنا سوف أسافر إلى جدة لماذا اخترنا travel بدون أي إضافة لأنها جاءت بعد will إذن الأفعال بعد going to وبعد will دائما تأتي بصورتها الأصلية هنا سؤال will they go to the park هل سيذهبون إلى الحديقة أيضا ظهرت will إذن سنختار الفعل بصورته الأصلية هنا أسلوب شرط if you heat the water to 100 Celsius it boils إذن إذا سخن الماء إلى درجة حرارة مئة مئوية فإنه سيغلي هنا دائما مع عبارة F الشرطية يكون الفعل في زمن المضارع البسيط أي بعد you و they و I و we يكون الفعل بصورته الأصلية أما إذا جاء هي والشي و it يضاف للفعل s وفي عبارة النتيجة إن كنا نتحدث عن حقيقة علمية كما في هذه الجملة هذه حقيقة علمية أنه عند تسخين الماء لمئة درجة مئوية فإنه سيغلي إذا كانت حقيقة علمية فإن زمن الفعل يكون هو المضارع البسيط أيضا أي بعد it يأتي الفعل مضافا إليه s أما إذا كانت نتيجة عادية يعني سبب ونتيجة فإننا سنستخدم المستقبل أي إذا حصل هذا الشيء فسوف يحصل هذا الشيء إذا نستخدم will قبل الفعل how will he get to work كيف هو يصل إلى عمله ظهرت will في السؤال إذن سنختار الفعل بصورته الأصلية if it's hot and human إذا كان الطقس حارا ورطبا I don't feel very active أنا لن أشعر بنشاط كبير بعد الأفعال المساعدة المنفية سواء don't أو doesn't أو didn't دائما يعود الفعل إلى صورته الأصلية ننتقل إلى السؤال الثاني do as shown between brackets أفعال ما يطلب منك بين الأقواس المطلوب correct علينا أن نصحح الأفعال الموضوع تحتها خط هنا سارة want جاءت will not want هي اختصار لwell not إذن الفعل سيكون بصورته الأصلية سارة want cook the dinner number two if it rains I want to play the tennis إذا لم تمطر أنا لن ألعب التنس هنا لا نقول played بعد will not ظهرت will ونط إذن يعود الفعل إلى صورته الأصلية بعد will not إذن if it rains I want to play tennis number three علي will جاءت will إذن is تعود إلى صورتها الأصلية وهي be إذن is وare وام صورتهم الأصلية هو الverb to be إذن علي will be ten next year number five if I am sick I may stay at home إذا كنت مريضا أنا ربما ما أبقى في المنزل لا نقول بعد may stay إنما stay أيضا بعد may أيضا يأتي الفعل بصورته الأصلية بدون أي إضافة give the negative هنا المطلوب أن نأتي بنفي الجملة number one it'll be cold and snowy سوف يكون الجو بارد ومثلج هنا ظهرت will دائما not تأتي بعد will إذن سنقول it won't be cold and snowy ونكمل الجملة نورا will eat fast food نورا ستأكل الطعام السريع أو الوشبات السريعة أيضا ننفي بعد will ونضع not وتكتب باختصار want إذن نورا won't eat fast food هنا أنصر علينا أن نجب على هذه الأسئلة وهي أسئلة yes no question will they travel next summer هل سيسافرون الصيف القادم هنا الإجابة بياس إذن سنقول yes they will من نفس السؤال number two will it rain after noon هل ستمطر في الظهيرة هنا الإجابة بno سنقول no it won't أو will not السؤال الذي يلي choose the correct answer علينا أن نختار الإجابة الصحيحة it is going to rain today you need your umbrella لأنها ستمطر اليوم إذن سنحتاج المظلة إذن سنختار rain it will be 40 degrees Celsius today ستكون درجة الحرارة 40 درجة مئوية إذن that's hot هذا حار where are my sunglasses أين نظارات الشمسية إذا نحتاج النظارة الشمسية سيكون الجو مشمس اليوم علينا أن نجد الكلمة التي لا تنتمي للمجموعة number one لدينا dry ويعني جاف hot حار ball كرة إذن هنا من الطقس ولكن ball هي التي لا تنتمي للمجموعة number two winter الشتاء August شهر أغسطس summer الصيف summer و winter من فصول السنة الأربعة أما August فهو من أشهر السنة إذن لا ينتمي للمجموعة هنا لدينا cold بارد fax الفاكس وfreezing متجمد أيضا هنا من الطقس أما fax لا تنتمي للمجموعة write the correct word under each picture علينا أن نكتب الكلمة الصحيحة تحت كل صورة هنا cloudy غائم الصورة المناسبة هي هذه sunny مشمس الصورة المناسبة هذه snowy مثلج هذه الصورة rainy منطر هذه الصورة windy يوجد في الجو رياح هذه هي الصورة ننتقل إلى حل الوحدة الرابع عشر choose the correct answer أيضا علينا أن نختار الإجابة الصحيحة number one could you give me a pen هل يمكن أن تعطيني قلمة لماذا اخترنا give بدون أي إضافة لوجود could أيضا هنا I will carry your book أنا سوف أحمل كتابك لماذا اخترنا الفعل كاري بدون أي إضافة لوجود will قبلها let me tell you a joke دعني أخبرك نكتة أيضا بعد let me نختار الفعل بدون أي إضافة Sarah won't listen to me سارا لن تستمع إلي أيضا اخترنا listen بدون أي إضافة لوجود will not قبلها we will be careful سوف نكون حريصين أيضا بعد will نختار الفعل بصورته الأصلية وهنا به الصورة الأصلية the are و is ask Amina to bring some snacks اطلب من أمينة أن تحضر بعض الوجبات الخفيفة أيضا bring بعد to تأتي بصورتها الأصلية إذن لدينا العديد من الكلمات إن ظهرت في الجملة فإننا سنختار الفعل بصورته الأصلية مثل could will let me what to ننتقل إلى السؤال الثاني do as shown between brackets أفعل ما يطلب منك بين الأقواس المطلوب correct أن نصحح الأفعال الموضوع تحتها خط عمر will wears his blue t-shirt لا نقول بعد will wears إنما wear يرتدي عمر سوف يرتدي t-shirtه الأزرق علي wants him to قلنا ظهرت to إذن بعد to أيضا نضع الفعل بصورته الأصلية infinitive إذن سنقول to play football علي يريده أن يلعب كرة القدم stop that توقف هذا or I'll tell the teacher is offer هل هذا عرض نعرضه عليه أم تهديد إنه threat إنه تهديد توقف هذا وإلا سأخبر المعلم could I have a sandwich هل يمكنني أن أحصل على الساندوش بعد could كما ذكرنا في السؤال لا يأتي زمن ماضي إنما يأتي الفعل بصورته الأصلية إذن could I have a sandwich هنا المطلوب reorder أعد ترتيب كلمات الجملة لدينا about the new museum me و till إذن ستقون الجملة tell me about the new museum أخبرني عن المتحف الجديد هنا لدينا ask to meet يحيا in the library إذن سنطلب منه ask يحيا to meet in the library اطلب من يحيا أن نتقابل في المكتب السؤال الذي يلي choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة عندما نقول حالة طارئة هذا يعني أنها حالة خطيرة حينها يكون الشخص إما مريضا أو يموت أو واقعا في مشكلة إذن سنختار an emergency وليس graduation لأن graduation تعني التخرج will you do me a favor means عندما نقول هل يمكنك أن تقدم لي خدمة هذا يعني will you help me with something هل يمكنك مساعدتي بشيء ما لا تعني will you study with me هل يمكنك أن تدرس معي إذن هذه هي الإجابة الصحيحة write the correct word under each picture علينا أن نكتب الكلمات الصحيحة تحت كل صورة snack تعني وجبة خفيفة هذه الصورة المناسبة graduation تخرج هذه الصورة المناسبة emergency حالة طارئة هذه هي الصورة المناسبة ticket تذكرة هذه الصورة المناسبة napkins منديل هذه الصورة المناسبة ننتقل إلى حل الوحدة الخامس عشر choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة I was sleeping أنا كنت نائما دائما was تأتي مع I وهي الماضي من am they could not see in the dark لا يمكنهم أن يروا في الظلام هنا ظهرت could إذن نختار الفعل بصورته الأصلية what were you doing when I called you ماذا كنت تفعل عندما اتصلت بك هنا دائما عبارة when سواء كانت جملة أو كانت في سؤال مع عبارة when يكون الفعل في الزمن الماضي دائما والعبارة التي تسبقها تكون في الماضي المستمر ماذا نعني بالماضي المستمر أن تظهر إما where أو was حسب طمير الفعل والفعل يكون مضافا إليه ing كان ماجد ينظر إلى الشجرة عندما رأى الببغة هنا نلاحظ ظهرت وين مع عبارة وين كما ذكرنا يأتي الفعل في الزمن الماضي والعبارة التي تسبقها ماضي مستمر هنا مع ماجد يأتي was والفعل سنختاره مضافا إليه ing هي لم تكن تلعب ألعاب الفيديو جاءت was إذن الفعل يكون بعدها مضافا إليه ing سواء was aware بما أنه ظهرت تو إذن بعد تو دائما الفعل يأتي بصورته الأصلية ننتقل ننتقل إلى السؤال الثالي دو أفعل ما يطلب منك إذن من نفس السؤال هنا لدينا وهي الحال نريد أن نصف الفعل سنقول هو يستطيع الوقوف بصعوبة إذن وصفنا وقوفه أنه صعب ننتقل إلى choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة my mother has a bandage on her finger it is not a large wound but it hurts wound هنا يعني الجرح أمي لديها جبر على صبعها هو ليس جرحاً كبيراً لكنه مؤلم إذن سنختار wound the thunder and lightning storm is a real one coming across from the mainland العاصفة الرعدية والبرق هو حقيقي آت عبر الأرض الرئيسية match the words with their meanings علينا أن نصل الكلمات بمعانيها عندما نقول get control أي يتحكم به dominate يتحكم take risk أي جرب وخاطر تعني take a chance خذ فرصتك shriek تعني الصراخ أي shout loudly be fired أن يطرد من عمله تعني lose one's job أن يخسر شخص عمله ننتقل إلى حل الوحدة السادس عشر choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة بسام rides his horse almost every day بسام يركب حصانه تقريبا كل يوم هنا ظهور every day تدل على أن الجملة في زمن المضارع البسيط إذن شيء نفعله كروتين يومي إذن نختار الفعل في زمن المضارع البسيط إن كان الفعل مفرد فإننا نضع للفعل s أما إن كان جمع فإن الفعل يأتي بدون أي إضافة هل سبقوا أن ذهبت إلى لندن هنا نختار الفعل في التصريف الثالث لوجود have والذي يدل على زمن المضارع التام إذا ظهرت have أو has في السؤال أو في الجملة قبل الفعل فإننا نختار الفعل في التصريف الثالث he has هنا ظهرت has والتي تأتي مع he و she و it وال مفرد إذن سنختار الفعل أيضا في التصريف الثالث he has finished his homework وأنهى واجباته we haven't أيضا هنا جاءت have not منفية إذن أيضا نختار بعدها الفعل في التصريف الثالث إذن we haven't taken any test in English نحن لم نأخذ أي اختبار باللغة الإنجليزية I close the door every day when I leave إذن ظهرت every day إذن تدل على زمن المضارع البسيط وجاءت I إذن الفعل الذي سنختاره بدون أي إضافة أنا أغلق الباب كل يوم عندما أغادر do as shown between brackets افعل ما يطلب منك بين الأقواس المطلوب correct أن نصحح الأفعال الموضوع تحتها خط the students haven't ظهرت haven't إذن الفعل لا يأتي بصورته الأصلية إنما يأتي في التصريف الثالث بعدها إذن إذن the students haven't written a test yet عادل eat a whole pizza yesterday هنا جاءت yesterday والتي تدل على الماضي إذن الفعل يجب أن يكون في الزمن الماضي عادل eat البيت كاملة البارحة make yes no question علينا أن نكون سؤال إجابته إما yes أو no عندما نكون سؤال به has أو have نبدأ به السؤال نقول has she ونكمل السؤال بنفس الجملة إذن has she gone for walk ونضع علامة الاستفهام they have played football أيضا هنا نبدأ have they ونكمل played football ونضع علامة الاستفهام هنا المطلوب answer علينا أن نجب على هذا السؤال أيضا سؤال yes no question has she ever been in بحرين هل سبق وكانت في البحرين سنجب إما yes أو no هنا قلنا yes إذن yes she has give the negative المطلوب أن نأتي بالنفي من هذه الجملة ننفي هذه الجملة إذا ظهرت has بأن نضع not بعد has نقول he hasn't أو he has not flown by plane ونكمل الجملة علينا أن نجد الكلمة التي لا تنتمي إلى المجموعة المجموعة الأولى هي shark القرش fish سمكة camel الجمل إذن هنا سمكة القرش والسمكة حيوانات بحرية أما camel هو بري إذن هو الذي لا ينتمي للمجموعة لدينا في المجموعة الثانية football كرة القدم hang basketball كرة السلة كلاهما ألعاب كرة مع the hang lighting هي قفزة بالمظلة رياضة هوائية إذن هي التي لا تنتمي للمجموعة number three لدينا swimming السباحة water skiing التزلج على المياه و bungee jumping القفز بالحبل كلاهما رياضات أيضا بحرية مع bungee jumping هي رياضة هوائية إذن هي التي لا تنتمي للمجموعة choose the missing letter علينا أن نختار الحرف الذي ينقص الكلمة هنا لدينا zeros is an unusual animal unusual غير عادي ينقص حرف الن the activity of jumping off a very high place is called bungee jumping هنا bungee ينقص حرف الج camels known as the ship of deserts هنا camels الجمال ينقص حرف m scuba diving is a sport in which you swim underwater إذن هنا diving ينقص حرف v والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية حل أسئلة مراجعة إذا عجبكم الفيديو استفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وضعطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفاعلوا جرس التنبيه وشكرا